السعودية تطورت بالانحراف هذا العام فهذه أول سنة تفتح البارات وتجيز إقامة الحفلات بمختلف أشكالها وأيضاً فتحت السياحة الترفيهية وتجد الرقصة أينما حللت ليس هناك من يراقب أو يحاسب الخمر قد توفر بكل أنواعه وشربه علناً نائش كالفيه وقعات القمار تتواجد بها بمنتهى الريحية وترى نساء شبه عاريات في الشوارع بعد أن كان النقاب أمر إجباري هذا التطور الانحراف جاء مع ولي العهد محمد بن سلمان الذي كان متأثراً بطبيعة الحياة بأمريكا وأحب أن يطبقها على شعب مملكته ولا يحرمهم من ملذات الدنيا ولكن الذي حصل أن لعنة هذا الانفتاح جاءت غاضبة من الله لتغلق الحرمين لأول مرة في تاريخ الإسلام بعد أن طرأ نوع من التغيير الذي لا يتناسق مع مكانة بيت الله الحرم ترجمة نانسي قنقر